اهلا بكم مشاهدين الى هذه النشرة البداية من العراق حيث قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه وصل الى مدينة الموصل لمتابعة تطورات المعركة في المدينة القديمة واضف المكتب ان العبادي وصل ليبارك للمقاتلين والشعب العراقي بمناسبة تحقيق النصر حسب البيانة كانت خلية الاعلام الحربية قد اعلنت في وقت سابق ان اعلان النصر النهائي في معركة الموصل سيكون مرهونا برئيس الوزراء اهو من سيعلن انتهاء المعارك في المدينة واستعادتها بالكامل من قفضة تنظيم الدولة الاسلامية بين انقاض المنازل المهدمة التي سوتها المعارك بالارض يسمع عن بعد صوت جرافات الدفاع المدني البحث متواصل عن جثث مدنيين قضوا تحت ركام البيوت والمباني ابو اسامة يبكي ألما على زوجته واثنين من ابنائه وافتهم المنية في منزلهم الذي بات حجرا منثورا في شارع النجفي المجاوري لضفة نهر دجلة وهو واحد من عشرات فجعتهم المصيبة بفقدان عوائلهم في الاحياء المجاورة يسمع صوت أهازيج قوات الرد السريع التي يحتفل كل واحد من جنودها على طريقته بعد إكمال مهمتهم في المدينة القديمة في الأثناء تواصل وحدات النخبة تقدمها في المحور الغربي لتكمل بدورها مهمتها بالوصول إلى قاطع مسؤولية الشرطة الاتحادية في الجهة الجنوبية من المدينة القوات العراقية عثرت على مخازنة كبيرة من الذخيرة وبنادق الكلاشنكوف بالإضافة إلى عشرات السيارات الملغمة والمدرعة في منطقتين باب البيض وباب السراي حيث قاطعوا مسؤولية الشرطة الاتحادية طارق ماهر التلفزيون العربي من قلب المدينة القديمة في الشطر الغربي من الموصل وينضم إلينا من بغداد حول نفس الموضوع مراسلنا شفيق عبد الجبار إذن شفيق هل القوات العراقية لا ترى بأنها ربما تتسرع حين تعلن النصر وما زالت معارك ولو أنها جزئية تدور في بعض الجيوب التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا إلى حدود الساعة لا تعليق من قبل قوات التحالف الدولي نعم سارة بينما أنا أتكلم معك هناك رحى المعارك تدور في المدينة القديمة في الموصل وتحديدا في منطقتين الشهوان والإقليعات هاتين المنطقتين التي لا تبتعدان كثيرا عن ضفة نهر دجلة من الجانب الأيمن لمدينة الموصل حيث جهاز مكافحة الإرهاب يحاول أن يتمم مهمته والوصول إلى الضفة وتنظيف وتمشيط منطقة الشهوان بشكل كامل ومن ثم رفع العالم العراقي فوق الأبنية وتحديدا عند ضفاف نهر دجلة بينما يقاتل الجيش العراقي المتمثل بالفرقة السادسة عشرة المدرعة في منطقة الأقليعات ونهاتان المنطقتين لا تزالان بقبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ظهر هذا اليوم زار رئيس الحكومة القادة العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مدينة الموصل وتحديدا الجانب الأيمن والتقى بكبار القادة الميدانين هناك من شتى الصنوف واطلع على سير العمليات العسكرية وأصدر عدة توصيات منها إدامة زخم النصر على حسب بيان صدر من مكتبه بالإضافة إلى الدفاع عن المدنين والنازحين وتنظيف المدينة من المخلفات الحربية كالمتفجرات والعبوات النازفة بالإضافة إلى إدامة وتأمين المدينة وبسط الأمن في هذه المنطقة خرج العبادي من الجانب الأيمن وانتقل إلى الجانب الأيسر في ظل هذه العمليات المتواصلة وهذا الارتياح العراقي بتحقيق النصر قريب في الموصل في غضون ذلك كيف تبدو أوضاع المدنيين حجم الضمار الهائل أيضا الذي لحق بأجزاء واسعة من المدينة خاصة في المدينة القديمة سارة هي حرب ويحاول الجيش العراقي والجهاز مكافة للإرهاب وبالإضافة إلى الشرطة الاتحادية بشتى صنوفها يعني التقليل من الخطر بالنسبة للأهالي وتقليل الخطر بالنسبة للمناطق الآهلة بالمدنيين وخاصة عناصر تنظيم الدولة اعتبر أهالي الموصل دروع بشرية لهم وهنا تكمن صعوبة التقدم وهنا تكمن أيضا صعوبة السيطرة أو استعادة المدينة بالكامل حتى هذه اللحظة بحسب مقاربين من العبادي فأن بيان النصر سوف يذاع ويبث في وقت لاحق من هذا اليوم وربما ستطول هذه العملية ربما لأيام لا يمكن التكهن متى يمكن أن يعلن العبادي النصر في هذه المدينة التي شهدت أكثر من عشرة أشهر من الحرب والدمار أشكرك على جملة هذه التفاصيل والمتابعة منسلنا من بغداد شفيق عبد الجبار إلى سوريا الآن حيث بدأ سريان اتفاقي وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلية وذلك في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد يوم الجمعات الماضي بهدف وقف القتال بين قوات النظام السورية ومقاتلي المعارضة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء من جهته يكد الجنرار هاربت ريموند مستشار الأمن القومي الأمريكي أن وقف إطلاق النار هو أولوية أمريكية وخطوة مهمة نحو تحقيق السلام في كل أنحاء سوريا وصل وفد النظام السوري إلى مدينة جنافا السويسرية للمشاركة في الجولة السابعة من المفاوضات حول الانتقال السياسي في سوريا ومن المتوقع أن تبدأ غدا الاثنين الجولة السابعة من مفاوضات جنافا حيث تتركز الاجتماعات على مناقشة السلال الأربع وهي مواضيع متعلقة بملفات مكافحة الإرهاب ووضع دستور للبلاد وانتخابات في سوريا والحكم غير الطائفية أمر القضاء العسكري اللبناني بالتحقيق في ملابسات وفاة أربعة سوريين أثناء احتجازهم لدى الجيش الأسبوع الماضي وفد مصدر عسكري ثلاثة أطباء شرعيين أخذوا أمس عينات من الجثث لحفل فحصها بعدما أثار إعلان الجيش موتهم شكوكا إزاء احتمال تعرضهم للتعذيب وكان الأربع الذين قال الجيش أنهم لقوا حتفهم لإصابتهم بأمراض مزمنة ضمن مئات الأشخاص الذين احتجزوا بعد مداهمة مخيم للاجئين السوريين في عرسال شمال شرقي لبنان وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان إن التعذيب أدى إلى وفاة أربعة معتقلين على الأقل فيما أعلن الائتلاف الوطني السوري من عشرة أشخاص توفوا وهم قيد الاحتجاز في حين قتل تسعة عشر آخرون في أثناء مداهمة المخيمين بينما نفى مصدر عسكري لبناني هذه المزعم قال نائب العام القطري علي بن فطيس المري إن من يتسبب بالضرر بسبب الحصار المفروض على بلادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يجب أن يدفع التعويضات كاشفا عن تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات للقطعين العام والخاص وذكر المري أن لجنة التعويضات التي تم تشكيلها هي اللجنة المركزية التي ستستقبر جميع القضايا من جانب المتضررين من الحصار مشيرا إلى أنها تضم نائب العام وزارتي العدل والخارجية تدحرجت كرة الثلج وانقلب السحر على الساحر بعد تدشين مركز اللجنة المركزية للمطالبة بالتعويضات يقول الاقتصاديون إن دول الحصار تنتظرها عقوبات قاسية لانتهاكها الاتفاقيات الاقتصادية والدولية في التيارة والنقل البحري والطيران والبريد وغيره من يتسبب بالضرر بسبب الحصار المفروض على قطر يأيب أن يدفع التعويضات هذا كان العنوان الرئيسي لتدشين المركز في النهاية عندك أشخاص تضرروا عندك رجال أعمال تضرروا عندك بنوك تضرروا عندك ناقل وطني زي القطرية تضرروا الضرر هذا نتج عنه خسائر مادية تسبب بها هذا الحصار نتيجة هذا الحصار حصل هذا الضرر لكي تجبر هذا الضرر لابد لمن تسبب في هذا الضرر أن يقوم بدفع هذه التعويضات ضغوط متزايدة على دول الحصار بعد قرار قطر تقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي ارتكبت في عدد من القطاعات الاقتصادية ضغوط لن تنتهي وإن تم التوصل لحل سياسي للأزمة والدوحة تقول إن كل ضرر وقع بسبب الحصار لا يمكن أن يعوض إلا بجبر الضرر والضرر دائما يجبره المعل تستمر لليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض فلسطين بالإكسبو في لندن واستقطب المعرض آلاف الزوار والمشاركين فيما حاول ناشطون من اللوب الصهيوني الضغط على الحكومة البريطانية لإلغائها مما أثار موجة احتجاج شعبية كبيرة أجبرت الحكومة على منح الموافقة لعقد المعرض هنا فلسطين هنا التاريخ والحاضر يوثكون الحاضر والتاريخ بينما تنسج تلك الطفلة خيوط المستقبل الخالي من الاحتلال وهنا بصمة للنضال والعهد أن لا ينسوا وطنا ومقدساته من الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي يقرؤون تاريخ البلاد ويتصفحون مجلدات عن تاريخ شعب أبا إلا أن يبقى على أرضه يشاهدون كيف عاش الأجداد وكيف أن باطن الأرض يخرج ما يحتويه من آثار وكنوز تثبت أن العرب كانوا وما زالوا هم الأولين والحاضرين الذين سكنوا أرض فلسطين معرض تضمن العديد من الفعاليات التي تؤكد على القضية الفلسطينية فكانت ندوات فكرية وسياسية وتاريخية وثقافية وفنية ورغم ضغوط اللوب الإسرائيلي في بريطانيا تمكن المنظمون من إقامته في قاعة الملكة إليزابيث الثانية المقابلة لساعة بيكبن الشهيرة وسط لندن وعلى مقربة من مقر البرلمان البريطاني مكان اختير بعناية حتى يكون شاهدا على نضال شعب يحاول الاحتلال بعد سرقة الأرض أن يسرق التاريخ والحاضر إلا أن هؤلاء يثبتون أن الأرض ما زالت بتتكلم عربي ينضم إلينا من لندن مراسلنا زاهر عمرين إذن زاهر نتوقف معك على أبرز فعليات هذا المعرض وأيضا كيف تفاعل المشاركون فيه مع أبرز القضايا التي طرحت خلاله نعم في الواقع هذا المعرض جذب الانتباه بعد الحملة المضادة التي تعرض لها بشكل كبير هنا في لندن الباري حزاره أكثر من ثمانية آلاف زائر من عرب وبريطانيين وفلسطينيين واليوم هذا العدد مرشح للزيادة أكثر فأكثر الازدحام الذي كان موجود داخل المعرض أكبر مما توقعه حتى المنظمون على حد تعبيرهم كنا تحدثنا إليهم وقالوا أن هذا المكان اختير في اللحظات الأخيرة ليكون بديلا لمكان آخر لكن المكان التسعى للكثير من الزوار فعاليات ثقافية وتراثية واجتماعية وفنية وفكرية تنوعت المكان أيضا غصة بالعائلات التي أتت من كل حدب وصوب ليس فقط من أجل قضاء يوم عطلة في مكان ترفيهي أو في مكان مسلي ربما للأطفال بل أيضا لتسجيل موقف تجاه القضية الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك كان هناك فعاليات فكرية وفنية من ضمنها مبادرة ويستاند ويذ كتر نقف مع قطر التي جمعت توقيعات آلاف الزوار من عرب وفلسطينيين وكذلك من أجانب وبريطانيين أتوا إلى هنا من أجل زيارة المعرض وأيضا وقعوا عريضة للاحتجاج القانوني على الإجراءات التي تتخذها الدول المحاصرة بحق الدوحة الحملة أيضا كذلك قامت بتوزيع مجموعة من المطبوعات التي تصلت الضوء على القضايا الإنسانية التي نتجت عن الحصار والتي تضرر من خلالها الكثير من مواطني الدول الخليجية أنفسهم الموجودين داخل الدوحة من إجراءات حكوماتهم من لندن مراسلنا زاهر عمرين أشكرك جزيل الشكر أفدت وصائل علامة إسرائيلية اليوم بأن سفيرا عربيا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم تعهد لإسرائيل بالتصويت تدى مشروع القرار الفلسطيني الاعتراف بالبلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيم الشريف كموقع تراث عالميا فلسطينيا وكانت صحفات دعاة حرانوت الإسرائيلية قد أشارت قبل التصويت إلى أن السفير العربي الذي لم تذكر هويتها سيصوت ضد المشروع الفلسطيني في حال كانت عملية التصويت سرية للغاية لكنه اعتبر يوم الجمعة الفائث للسفير الإسرائيلي كارمل شاما كوهينغ عن اضطراره للتصويت مع الاقتراح الفلسطينية يشار إلى أن هناك 21 دولة في لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو أربعة منها عربية وهي الإمارات والعراق والجزائر وقطر اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة أن الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنتهي وأنها مستمرة بأشكال مختلفة من جانبه دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضرية دعا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل إعادة أعمار ما دمرته الحرب من منازل ومنشآتها ويعيش قطاع غزة أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة بعد مرور ثلاث سنوات على حرب صيف عام 2014 لا زالت أثر عدوان موجودة وأنا أقول أن العدوان لا زال موجود بأشكال مختلفة اليوم أكثر من 50% من المنازل التي دمرت بشكل كامل أثناء الحرب الأخيرة على غزة لا زالت غير مبنية حتى هذه اللحظة مطلوب من الدول المانحة أن تفي بالتزاماتها بشكل فوري بأن تقدم كل المساعدات وكل الالتزامات التي التزمت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة والاحتلال الإسرائيلي أن يسمح بدخول مواد البناء بشكل عاجل ودون أي قيود حتى يتمكن حوالي 5500 أسرة فلسطينية من إعادة البناء منازلها بشكل كامل هذه النشرة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعض الفاصل كوريا الشمالية تقول إن المنورات المشتركة بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية أهلا بكم من جديد قالت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية إن مواجهات بين الحثيين وقوات الصالح من جهة والمقاومة والقوات الحكومية من جهة ثانية اندلعت طوال ساعات الليل وحت الصباح في الجانب الشرقي من مدينة تعز جنوب اليمن أضافت أن المواجهات تركزت في أحياء الجانب الغربي من القصر الجمهوري ومحمد علي عثمان والعسكرية من جهة أخرى أفادت مصادره في المقاومة الشعبية أن بوارج حربية تابعة للتحالف العربية استهدفت بأكثر من عشرين صاروخا موقع للحثيين وقوات صالح غربية تعز وأوضحت المصادر أن القصف استهدف مناطق في شمال معسكر خالد والهاملي ومركز مديرية موزع مشيرة إلى أنه خلف 17 قتيلا وعشرات الجرحى من الحثيين وقوات صالح قالت كوريا الشمالية أن المنورات المشتركة التي أجرتها نظيرتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية ووصفت بيونج يونج المنورات بأنها منورة عسكرية خطيرة يجريها دعاة حرب يسعون إلى إشعار فتيل حرب نووية في المنطقة أذى وأجر الحلفاء منورات ناذرة بالذخيرة الحية وسط تصعود للتوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب إطلاق الكوريا الشمالية ولصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضية الآن إلى متابعة جولة سريعة في أهم الأخبار الاقتصادية أطلقت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر خمسة خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها وأشار بيان لشركة قطر للموانئ إلى أن الخطوط الجديدة تربط ميناء حمد بموانئ صحار وأصلال العمانيين وأزمير التركي ونفشيف الهندي دون أن يشير إلى الميناء الخامس وأضاف البيان أن إطلاق الخطوط الجديدة يهدف إلى ضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المجاورة أمام السفن القادمة إلى قطر كما أكدت الشركة مواصلة جهودها الحثيثة لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية ومواد البناء وذلك بالتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين قالت وزارة النفط العراقية اليومين بغدال بدأت حفر أول بئرين في حقل الحويزة المفطية قرب الحدود الإيرانية والذي يحتوي على احتياطيات تقدر بمليار بربيل وتسهم عمل التوسع في مضاعفة طاقة حقل الحلفية الذي تديره بيترو تشاينا إلى أربعمائة ألف بربيل في عام 2018 قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إنه من المهم التمسك بالمواعد النهائية لمعالجة قضية الطاقة الإنتاجية الزائدة في سوق السلب العالمية وإلا فإن الولايات المتحدة قد تلجأوا إلى عمل منفرد من خلال فرض غرامات أو تعريفات جمركية قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إن زعامة عدة دول أعضاء في مجموعة العشرين أبدو رهبة قوية في إقامة علاقات دجارية ثنائية جديدة طموحة مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي وأضافت مي أن الولايات المتحدة واليابان والصين والهند أبدت اهتماما كبيرا بالعمل مع بريطانيا بشأن إجراء ترتيبات دجارية في المستقبل أجبرت حرائق الغابات الكفيفة فألاف السكان على مغادرة منازلهم في ولاية كولومبيا البريطانية غربية كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أجلت السلطات في كاليفورنيا ألاف السكان بسبب انتشار الحرائق السريع في منطقة ساكرامينيتو طائرة تحاول جاهدة إخماد حريق من بين 180 حريقا اندلعت في ولاية كولومبيا البريطانية غربية كندا سلطات الولاية أجلت نحو سبعة آلاف من السكان وأعلنت إغلاق مطار محلي حاصرته النيران قرص الشمس يكاد يختفي خلف سحب الدخان الكثيف والقرويون ينظرون بحسر إلى حقولهم ومزارعهم التي أجبروا على تركها بسبب الحرائق التي تتأجج يوما بعد آخر بسبب الجفاف والارتفاع الشديد لدرجة الحرارة التي سجلت مستويات قياسية هذا العام يحدث هذا في كندا لكن الجارة الأمريكية ليست أحسن حالا على الأقل في ولاية كاليفورنيا الغنية حيث يكافح نحو 2300 من رجال الإطفاء للسيطرة على عشرات الحرائق التي اندلعت منذ يومين عند سفوح جبال سيرا نيفادا في ساكرامانتو كاليفورنيا الحرائق أتت على عشرات المنازل وأجبرت آلاف السكان على تركها إلى مناطق أكثر أمنة وكما في الحالة الكندية يعد الطقس هنا سببا أساسيا لاشتعال وتأجيج الحرائق التي انتشرت نارا في هشيم الأودية والسهول بمنطقة مشهورة بخصوبتها ومناظرها الطبيعية الخلابة أفرجت سلطة الفنزولية عن زعيم المعارضة ليوبوليد لوبيز ووضعته تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لثلاث سنوات لتزعمه احتجاجات مناهضة للحكومة ووقف عدة مئات من وايدي لوبيز أمام منزله في العاصمة كراكس مرتدين قمصانا مرسوم عليها صورته وملوحين بإعلام فنزولة ابتهاجا بإطلاق صراحها هذا وتشهد فنزولة دوامة من التظاهرات والاضطرابات السياسية بسبب سعي المعارضة إلى إسقاط الرئيس نيكولاس مادورو الآن لمتابعة أهم أخبار الرياضة في هذه الجملة السريعة أكد نادي أفرتون الإنجليزي أنه تعاقد رسميا مع لعبه السابق وين روني قادما من ماتشستر يونيتد هذا وانتقل روني الهدف التاريخي للشياطين الحمر إلى صفوف اليونيتد عام 2004 قادما من أفرتون قبل أن يعود من جديد إلى التوفيز بعقد لمدة عامين مقابل مبلغ لم يفصح عنه طمأن الإسباني رامون سانشيز المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي جماهير الفريق الغاضب من بيع أحد نجوم الفريق محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي وبحسب التقارير الصحفية فأن سانشيز ضمان عشاق ذئاب العاصمة بأن النادي لن يقوم ببيع المزيد من اللاعبين وسيركز على التعاقد مع نجوم آخرين في سوق الانتقالات الصيفية ورفض الإسباني الأنباء التي تحدثت عن قرب رحيل الدولي البلجيكي راجا نانجولان عن الفريق مؤكدا بأن روما سيعتمد عليه بشكل أساسي الموسم المقبل ألقت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس القبض على البلجيكي روميلو لوكاكو المنظم حديثا لصفوف مانشستورينات الإنجليزي بسبب شكوى من جيرانه في المنزل الذي استأجره لقضاء العطلة الصيفية وذلك بسبب الصوت الصاخب للموسيقى وكان لوكاكو قد قام حفلا موسيقيا صاخبا يوم الأحد الماضي في شقة المؤجرة بحي بيفرلي هيلز مما دفعت جيران لتقديم شكوى ضد اللاعب بسبب الصوت الصاخب رغم مطالبة الشرطة له بخفض الصوت وفي ملاعب كرة صفرات أهل السويسي روجر فدرال بسهولة إلى دور 16 من بطولة وينبلدن للتنس بعد فوزي على منافسي الألماني ميشيل زيفريف بثلاث مجموعات مقابل لا شيء وبواقع 7-6 و6-4 في المجموعتين الأخيرتين ويتطلع فدرال لأن يصبح أكبر لاعب في عصر الاحتراف في توجب اللقب ولم يفقد أي مجموعة في مباريات الثلاث الأولى في البطولة هذا العام ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتحت جنوب اليابان إلى 18 شخصاً بينما لا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين وفق مصادر رسمية بينما توصل فرق الإنقاذ عملياتها لإجلاء ناجين في مناطق نائية في البلاد بهذا نختم النشرة في أمان الله